السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام النهاردة هنتكلم عن موقف حصل في حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان موقف صعب جدا جدا من المواقف اللي مرت على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم اللي شافوا بعنيهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يؤذى هذا الموقف من أكثر المواقف التي أوذي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين هذه القصة بيحكيها لنا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي رأى هذه القصة بعينه رأى هذا الموقف بعينه رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع من قريش في مجالسهم يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد الحرام طبعا قبل الهجرة كانت قبلة المسلمين إلى بيت المقدس فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس لأنه كان يحب أن يتجه إلى الكعبة المشرفة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة المشرفة واستقبل الكعبة بينه وبين بيت المقدس وبدأ يصلي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إذ قال قائل منهم يعني واحد من هؤلاء أكابر المشركين هؤلاء قال ألا تنظرون إلى هذا المرائي يعني انظروا إلى هذا الذي يرائي بأنه متعبد ويظهر لنا أنه متعبد أيكم يقوم إلى جزور آل فلان الجزور اللي هو الجمل فيعمد إلى فرسها ودمها وسلاها يعني يجيب من الوسخ والقدر بتاع هذا الجزور الجمال ديت يجيب من الروس بتاعها ومن الإسلاء اللي هو الدم الذي يكون بعد الولادة لما البهيمة بتلد بينزل منها دم أشياء من هذا القبيل من يأتي بهذا القذر حتى يضعه على ظهر محمد عندما يسجد قال فيعمد إلى فرسها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفي مين يعمل تشوف الشياطين دول أعنين طب هو عمل لكم إيه عليه الصلاة والسلام ده هو بيصلي لله عز وجل إنتوا إيه لم زعلكم مش عايزين تؤمنوا بيه خلاص سيبوا في حاله لكم دينكم وليه دين ولكن لا هم عايزين يسيءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدوا أن هم يؤذوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يكون هذه رسالة لمن آمن به أو لمن هو متردد في الإيمان به يقول لهم شوفوا إحنا بنعمل إيه في محمد فإنتوا لو آمنتم بمحمد إحنا هنهنكم وهنؤذيكم وهيصبكم مننا الأذى الشديد جدا فيكون هذا التصرف فيه ترهيب لمن أراد أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم قال فانبعث أشقاهم أشقاهم لهو عقبة ابن أبي معيط لعنه الله قال فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفي راح جاب فعلا هذا القذر وهذا الوسخ فلما سجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بهذه الأشياء ووضعها على كتف على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم قال عبد الله بن مسعود وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لما عملوا كده النبي ساجد لأبي يحط على ظهر الشريف عليه الصلاة والسلام هذه الأشياء هذه القدرات عمل النبي عليه الصلاة والسلام فضل ثابت في سجوده عليه الصلاة والسلام تخيل المنظر دمعه يا لأن تصور هذا المشهد الآن النبي عليه الصلاة والسلام ساجد بين يدي الله عز وجل وإذا بهؤلاء المجرمين يفعلون هذه الفعلة الشنيعة يأت بهذه القدرات وهذه الأوساخ يحطوها فوق ظهر النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام يعمل إيه؟ يثبت يثبت يعني فضل ساجد ما رفع شيء من سجوده عليه الصلاة والسلام قال وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا قال فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك شوف الإجرام لما شافوا المنظر ده بدأوا يتحاكوا ويقهقهم من الضحك وإيه يعني فرحنين أوي ويعني مبسوطين خالص لدرجة أن بقوا يميلوا على بعض يعني كأنهم خلاص عملوا إنجاز كبير جدا من الضحك والسخرية والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام وهي جويرية فأقبلت تسعى طبعا الصحابة رضوان الله عليهم منهم عبد الله بن مسعود شايفين المنظر ده بعنيهم ولكن ما يقدروش يعملوا حاجة رضي الله عنهم لأنهم كانوا مستضعفين رضي الله عنهم ما فيش في إيديهم حاجة يعملوها رأوا هذا المشهد الصعب جدا 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 على قلوبهم ولكن ما استطاع أحد منهم أن يفعل شيء رضي الله تعالى عنهم وأرضهم كل اللي عملوا إن واحد من المسلمين خد بعضه جري على السيدة فاطمة رضي الله عنها قال لا الحائد حصل كذا وكذا جات السيدة فاطمة رضي الله عنها الزهراء وكانت لسه شابة صغيرة فلما رأت هذا المشهد بدأت إنهيت تزيل هذا القذر وهذا الوسخ من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ثم التفتت إلى هؤلاء المجرمين فجعلت تسبهم رضي الله تعالى عنها فضلت تسب هؤلاء الكفار قال عبد الله بن سعود فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة لما النبي عليه الصلاة والسلام انتهى من صلاته شوف كل دا والنبي عليه الصلاة لم يترك الصلاة لم يخرج من الصلاة عليه الصلاة والسلام صبر وثبت عليه الصلاة والسلام وتحمل هذا الأذى الشديد بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الآن بقى دا موقف لابد أن يكون لي رد فعل لأن خلي بالك أن أحيان كتيرة لما بيكون حد أليل الأدب ويجد الحد الشخص اللي قدامه ده اللي هو بيئل أدبه عليه إنسان محترم وإنسان متسامح وإنسان طيب وإنسان حليم وبيحلم عليه وبيعفو عنه وبيسمحه وبيقابل الإساءة بالإحسان أحيانا لما بيلاقي اللي قدامه كده ممكن هذا يكون رادع لي يعني يكسف على دمه لما يلاقي اللي قدامه ده إنسان محترم هو عمالي اللي أدبه عليه وهو إنسان محترم ممكن ده يخليه يبطل اللي تأدب ولكن في نوع من الناس نوع من البشر للأسف الشديد ما بينفعش معاهم كده لو صبرت عليه ولو حلمت عليه ولو سمحته ولو قابلت إساءته بالإحسان بيفهم إنك أنت ضعيف فيقوم يتمادى ويتمادى ويتمادى ويتجر أكثر وأكثر فالشخص ده أو النوعية دي من الناس ده لابد أن ييجي في وقت من الأوقات ويشوف بقى العين الحمرة يعني أيها عملين طبطب عليك وعملين نقابل إساءتك بالإحسان وعملين نكلمك بشكل طيب وعملت سيء إلينا وإحنا مستحملينك وتقل أدبك وإحنا مستحملينك بس هنيجي بقى في لحظة معينة ونوريك العين الحمرة لابد في لحظة معينة نوقفك عند حدك عشان تبطل إلة أدب دا اللي النبي عمل عليه الصلاة والسلام عمل إيه عليه الصلاة والسلام لما انتهى من الصلاة صلى الله عليه وسلم قال بدأ يدعي بقى على إيه على الكفار دول قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثلاث مرات وهو في قلب البيت الحرام خلي بالك إن الدعاء في البيت الحرام كان معظما عند قريش حتى الكفار قبل الإسلام كانوا يعظمون البيت وكانوا يعظمون الدعاء في البيت يعني لو حد دعا لحد في الكعبة كان ده بيعتبر بالنسبة لهم شيء كبير جدا 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 لدرجة أنه لما قال كده عليه صلاة والسلام أخذوا يعني بعدما كانوا عمين يضحكوا ويقهقه ويميلوا بعضهم على بعض أول ما سمعوا النبي بيدعي عليهم أخذوا كله تلجم كله تلجم دلوقتي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم عليك بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل لعنه الله وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد اللي كانوا أعجين دول عملوا الموقف البايخ ده اللي كانوا أعجين دول دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإسم واحد واحد دعا عليهم جميعا بأسمائهم لعنهم الله قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فوالله لقد رأيتهم صرعا يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر القليب اللي هو البئر الذي دفن فيه هؤلاء الكفار الذين قتلوا في غزوة بدر من الكفار النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أنهم يلقوا جثثهم في القليب بالقليب ده بئر قديم رموا فيه هذه الجثث لأن طبعا الكفار لا يغسلوا ولا يكفنوا ولا يصلي عليهم قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة هؤلاء الذين قتلوا في غزوة بدر من الكفار لعنهم الله الموقف ده يعلمنا الحديث ده طبعا رواء الإمام البخاري في صحيحه والموقف ده يعلمنا فوائد كتير جدا من أهمها أن المسلم المفروض بيكون إنسان طيب ويكون إنسان محترم ويكون إنسان متسامح ويقابل السيئة بالحسنة ويعفو عن المسيء كل دي معاني جميلة ينبغي أن هي تكون موجودة في المسلم ولكن أحيانا في بعض الناس في عينة شريحة من البشر للأسف الشديد الكلام ده ما بينفعش معهم لما بيكون طيب معاه ما ده بيخلي يتمادى ويقل لأدبه أكتر ويتجاوز أكتر ويسيء أكتر فهذا النوع من الناس بيقى محتاج إن هو في وقت من الوقات يشوف بقى العين الحمراء علشان يتلم علشان يبطل إلت أدب علشان يبطل إساءة فهو ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام عملوا مع هؤلاء الكفار طبعا إحنا في الإسلام ما عندناش من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيصر ده كلام غير واقعي ما فيش حاجة اسمها كده حتى اللي هم بيعتقدوا هذه العقيدة ما بيطبقوا هاش ما فيش حد بيطبق العقيدة دي ما فيش حاجة اسمها كده ولكن الحق هو إنك تكون حسن الخلق مع الناس نعم وإنك تدفع السيئة بالحسنة نعم ولكن إذا وجدت من يتمادى ومن يتجاوز فده لابد إن هو بقى يقف عند حده الفائلة الأخرى وهي إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيدعي على هؤلاء الكفار طبعا هم رأوا أذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأعينه مداشئ عظيم جدا وكبير جدا على نفوسهم رضي الله تعالى عنهم ولكنهم كانوا في موضع استضعاف أو كانوا في موقف استضعاف لما تمكن الصحابة رضي الله عنهم من معاقبة هؤلاء الكفار كان أول موقف يحصل فيه بقى جيشين وقفين أصد بعض كان في غزوة بدر لما جات غزوة بدر الصحابة رضي الله عنهم منسيوش كل الأشخاص اللي هم كانوا بيقلوا أدبهم على النبي دول كل الناس دول الصحابة منسيوش وعاقبوهم جميع عاقبوا كل هؤلاء المجرمين على ما قدموه من الإساءة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان أول موقف حصل فيه إن بقى فيه جيشين جيش مسلم أصد جيش كافر الصحابة منسيوش الكفار دول اللي هم آذوا النبي عليه الصلاة والسلام فانتقموا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده موقف مهم جدا مر في حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لابد إن إحنا نفهمه وإن إحنا نتعلمه وإن إحنا نفهم أدئي النبي عليه الصلاة والسلام لاقى الأذى البالغ من المشركين حتى يؤدي هذه الرسالة ولما نزل عليه الوحي وأخذته خديجة رضي الله تعالى عنها إلى ورقة ابن نوفل قال له ورقة ابن نوفل ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي ما فيش حد هيصدع في الناس بالحق ويتكلم بالحق إلا لابد إن هو هيؤذى ما جاء أحد بمثل ما جئت به يعني من الحق إلا أوذي لأن كثير جدا جدا من الناس من يكون الحق مصادم لأهوائهم ولو اتبع الحق أهوائهم لفسدت السماوات والأرض فالحق جاء بمخالفة أهواء الناس فعلشان كده كل الأنبياء تعرضوا للأذى عليهم الصلاة والسلام وكل من حمل رسالات الأنبياء من الدعاء إلى الله عز وجل تحملوا الأذى في سبيل الله عز وجل ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي فكان هذا ما وقع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رب نكون استفدنا من هذه القصة جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته